موسيقى اهلا بكم احياء الذكرى التاسعة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتعثر ولادة الحكومة الجديدة عنوين تصدرت صحف بيروت سنواكبها في حلقة اليوم مع وزير العدل السابق الدكتور شارل رزق والذي كان الخطيب الرئيسي بمهرجان البيال للكلام على اعمال المحكمة معالي الوزير المجديد بصبحك بالخير اهلا وسهلا بك من وحي عيد العشاق وذكرى 14 شباط وانطلاق عمل المحكمة الدولية رح نبدأ الحلقة بكاريكاتور لارمو حمسي بالنهار تحت عنوان عيد العشاق رسم مرأة ترمز الى العدالة تحمل بيد الميزان فيما تقترب يدها الاخرى من يد المواطن اللبناني هل فينا نقول انه هيك من وحي هالكاريكاتور قصة حب جديدة ستبدأ بين اللبناني والعدالة؟ لكن اللبناني بزمانه ما يعني بتاعتنا عن العدالة بالعكس العدالة هي في صميم طراثنا اللبناني صار في فترة لسوء الحظ استثنائية اللي خرجت عن هالقاعدة ونرجو ان تكون هالفترة يعني قصيرة وان تكون المحكمة الدولية بالعكس هي العامل يلي استعجر التخلص من فترة الخروج على العدالة والعودة الى العدالة ولذلك انا الامتن بيرح بالكلمة وهذه الشغلة حقيقة انا موخم فيها المحكمة الدولية لم تهمش القضاء اللبناني لم تكن خروج على القضاء اللبناني لبل بالعكس لفترة وقتها لما انشئت محكمة الدولية كان القضاء اللبناني اساسا هو مهمش بدليل انه ما قادر نظر بجرائم كبيرة سبقت جريمة ختيال الرئيس الحريري ولاحقت بها ولكن فانشأنا وقته انشئت المحكمة الدولية لحتى تنظر بها الجريمة الفضيعة وجريمة انا ولت اضافة الى لبناني كبير ورئيس حكومي سابق رفاق له وناس كانوا ماشيين على الطريق وما قلن علاقة بالسياسة وقتها فانشئت المحكمة حتى تنظر بها القضية يلي بطبيعة الحال وبشكل واضح يلي تفوق قدرات القضاء اللبناني يلي كان وقته متعسر للأسباب المعروفة ولكن المحكمة هي فقط لتواكب القضاء اللبناني تحل محله في قضية معينة ولكن بالوقت نفسه تساعده على العودة الى ما يجب ان يكون عليه بدليل انه اعترافا من جميع على انه صحيح انه كان القضاء مكبل ولكن كان في قضاء لبنانيين بارزين ولانا لا ازال اقول ذلك في اشخاص وفي افراد في القضاء اللبناني قضاء عندهم كده الكفاءة وكده المعرفة وكده القدرة وكل الجرأة وكل النزاهة ولكن ماذا يستطيع القاضي كشخص ان يفعل كقاضي اذا لم يكن هو محاط بمؤسسة القضاء ككل هي نفسها تتلقى من الدولة كل العناية وكل الحماية المطلوبية وما انه كان اشياء ده ناقص فاتت المحكمة الدولية لتمر بها المرحلة الانتقالية ونعود تعود الامور والمياه الى ما جريها هل الامور اليوم افضل برأي معكم اما اكثر سوءا شوفه مجرد ان شاهد اللبنانيون جميعا على التلفزيونات المحكمة الدولية كما حقيقة تجري الجلسات وباي احترام وباي وقار يحاط القاضي فهذا بظن يعيد الى اللبنانيين ذكريات عندما كان القاضي اللبناني والقضاء اللبناني محاط بنفس الوقار وبنفس الاحترام وبعد ما تنسي بالمحكمة الدولية كل القضاة منهم كلهم قضاة اجانب في بيناتهم قضاة لبنانيين ونحن اصرينا لما نوضع نظام المحكمة على ان يكون بين القضاة قضاة لبنانيين ولكن الاسلوب الامنية المعروفة وبدون حقيقة يكون في اي تحدي لأحد فقط لحتى لعملية نقدر نأمن عملية اجراء المحاكمات نوجده في مكان خارج لبنان لانه هناك اسهر الحماية وبجوء من الهدوء يستطيع الخاضي ان ينظر في القضية بعيدا عن السفط السيئيسي ولكن من لم يطنع بها يومها معالي الوزير ما يزال اليوم على نفس الموقف يعني التشكيك ما يزال نفسه حتى هلأ عندما طلب النظر بقضية دم المتهم الخامس سر في علامة استفهام انه عادت الامور الى المربع الاول هذا الامر سيفرد تغيير يعني بعده التشكيك مستمر لماذا؟ لم يعود الامر الى المربع الاول لا ذاكي فيه قصة الكأس الملياني والكأس النص ملياني او نصف لا بدنا نشوف الكأس النصف يلي هو مليان نعم يعني ما بيخد انت عم تذكري هلا انه الاعتراضات اللي عم تجي من مثلا حزب الله وهذه الاطراف بس انا فيه شغلة تانية كمان بدي ركز عليها حزب الله هو تولى بالحقيقة عن طريق نجيب مئاتي وحكومة نجيب مئاتي اللي هلا استقالت نعم يعني اللي هلا عم ينحكى بابدالة بحكومة جديدة تولى هالحكومة قريبا كليا كان حزب الله هو القوة المسيطرة على الصعيد السياسي على هذه الحكومة ماذا فعلت حكومة نجيب مئاتي؟ من كل اللي فعلته حكومة نجيب مئاتي اللي هو صديق وصديق الكل مولا فيه ناس فيك تكوني مش موافقة على سياساته بس انا شخصيا بحتربه ورغب اني عندي طبعا بعض التحفزات على بعض ما قام في هذه الحكومة من حيث يدري او لا يدري نجيب مئاتي بس انا بعرف انه من كل اللي خامت في هذه الحكومة اللي استمرت سنتين اهم شيء وابرد شيء قامت فيه هو تمويل المحكمة الدولي مرتين وهذا قرار شجاع منه وهذا قرار مهم اخذوا بمعزل عن موافقة الوزراء اخذوا بطرق جانبية لا عفوا اتخذ هالقرارين بطريقة ديبلوماسية اكيد هو رجل ديبلوماسي بس كان هالقرارين واضحين وكان هالقرارين شجاعين مورت الحكومة مرتين المحكمة من قبل هذه الحكومة التي يترأسه هو نجيب مئاتي والتي يسيطر سياسيا علي حزب الله انا بعتبر انه هشي منه قبل حزب الله شغلي ملفتي ومعناته انه في خطوة الى الامام بالنسبة الى يعني بينه وبين المحكمة الدولية طبعا فيه تصريحات ولم تستر التصريحات بهالشكل العنيف بالفترة الاخيرة صار فيه تغيير في اللهجة من المراجع اللي حقيقة بتمثل كلمة حزب الله ولكن انا باخد الامور على الصعيد الموضوعي على الصعيد الموضوعي هذه الحكومة مولت هذه الحكومة التي هي حكومة حزب الله مولت المحكمة مرتين هلأ شو بدنا بشي اللي بقولوا فلين وفليتين أنا بياخد هالنصف الملين من الكأس وبسجله ما اعتبرت تراجع على سعيد المواقف أو على سعيد اللهجة العالية من حزب الله هل يؤشر إلى أن الحزب قد يكون بصدد التعاون مع المحكمة بالمرحلة الممكن هل سيبقي على المتهمين قدسين أنا ما سميت هالشياء التراجع سميت هالشياء التطور تطور طب ما هو التطور يبنى عليه التطور والتغيير يا سيدتي سنة الحياة ولن تجد لسنة الله لسنة الله تبديلة يعني قانون الحياة هو التطور وأنا بعتبر أنه الحكومة بتحكس من قبل موقف حزب الله من المحكمة تطور بعدها سموه زي ما بتريده ما فيه منع بس أنه هذا تطور وأنا برأيها تطور أهم بكتير من التصريحات العنيفة التي لا تزال تصدر عن فلان أو فلان وذلك لأسباب قد لا تكون هذه الأسباب صادرة عن حزب الله أو لمصلحة حزب الله كما يفهمها هو يوم تم إقرار المحكمة والمطالبة بها من قبل اللبنانيين هل خيل لك معالي الوزير أنه راح فعلا تبصر النور وتوضع على السكة وأنه أم كان هاي كمان مثل وهم لم أشك مرة بأنه الحكومة سوف ترى النور وسوف تعمل قال لا شو بيكون نتيجة أعمالها شو بيكون نتيجة قراراتها ما بنعرف هيدا مجريات التحقيق والمحاكمات والمرافعات أنا عليك في شغلة كثير مهمة على سعد الحريري يوم افتتاح المحكمة من لهيه كان قاعد وخرجوا قال المتهمون هم أبرياء بريء بريء المتهم بريء إلى أن يثبت العكس بقرار نهاية نهاية لأنه بعد فيه طرق مراجعة هيدا بيسموها قوة القضية المحكمة قبل ذلك بعده المتهم يلي قاعد حتى لو قاعد بأفص الاتهام هو بريء وأنا ما فيني يقول شيء إلا أنه ننتظر بالنهاية ما بعرف قد بيخد وقت شهر شهرين سنة سنتين معنا يعني القاضي هو سيد نفسه و سيد الإجراءات القضائية بتأديرك برحب الطول ما بنعرف مين بيعرف هلأ في مهلة جديدة قتت من جراء انضمام متهم جديد نعم طب هيدا بده كمان يضيف هلأ ما بتعرف شو بيصير فيها وقت مفاجآت أثناء المحاكمات وأثناء الإجراءات نجراءات ما بنعرف بس علينا نحن أن نكون إيجابيين لأنه هذه المحكمة باعتراف الجميع وأنا بظن أنه بيخف يعني بضمير حتى الذين ينتقدون يعرفون أنه لا بديلة لها من يتصور أنه القاضي اللبناني وقته ولكن القاضي اللبناني ما أدر حكم بأربع خضات على الأوس بصيدة سنة تسعة وتسعين تقوصوا زي العصافير نعم فكيف بدك القاضي اللبناني يقدر يحاكم بقضية كبرى مثل قضية اغتيال الرئيس الحريض فأظنني الكل صاروا يعني حتى يلي بيقولوا العكس بظن أنه بضميرهم بعمق ضميرهم يقررون بزيلي علما علما عفوا أنه أنا من موقعي بعرف كده الأطراف وأنا كنت خاطب الجميع وحتى قبل ما نطلع بقرار أنه نمشي بالمحكمة أنا كنت يعني يلي اليوم عم نتقدر محكمة ويلي بعدين انتقادوني أنا وأنا أتلقى وأتقبل اسمه الانتقادة كانوا أقرب الناس لألي على الصعيد الشخصي نعم وحتى على الصعيد يعني في بعض التجاهات السياسية أنا بشاركهم فيها ولما بقرأ مقالاتهم اليوم بتذكر أنه لما كنا حياتنا على نفس الخاط نعم بس فيه أوقات المنطق يفرد نفسه فبدي يكون الإنسان يكون انتقائي في حياته نعم فيه يكون أنا وصديقه لفلان وامشي معه بكل أضايق إلا أضيئة واحدة هذا بدي أنا أمشي حسب رأيي هل يعمل تلمح للرئيس الحوض؟ لا أبدا مش عمل مخلو أما إذا عم لمح مش عم بمح على هو عم لمح على هو بس إذا فيه تنمية بس حقيقة أنا كانت علاقتي مع الجميع كانت جيدة حتى بيومها شو هي المخاوف أو طالما عقلت أنه نحكى معهم بهذا الموضوع من يشكق أو من ينتقل طبعا لأنه مفروض شو مخاوفهم كانت مفروض مع وزير الحكومة ولا سيما وزير العدل لأنه وزير العدل ما ممكن يكون متحذب لحدا حتى أنا بقرارة نفسي إذا سألتيني يا إلى حد ما رجل عنده رأيي بالموضوع السياسي بشكل مش السياسي اليومي بس أنه تنظيم الدولي أنا قناعت أنه ما لازم يكون فيه وزير عدل العدل يجب أن يكون خادع لسلطة مستقلة غير تابعة سلطة مجلس الوزراء لا 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 فيه بلدان العالم الأخرى العدل فيها مش تابع لسلطة سياسية حتى أنه القضاة عندهم استقلالية تامة وما حدا أنا حوالت لما عملت وزير عدل وبدون القضاة بيشهدوا على ذلك لأنه عايشوني ثلاث سنوات يعني أنه ما ضلت أنا يومين بها الوزار أنا ما تعطيت إطلاقا مع الأمور القضائية والآخرية حتى كنت دايما نقول أنه لازم على رأس وزارة العدل يكون وزير ما يكون محامي لأنه إذا محامي هذا القاضي ترافع قدامه فيه أما بينه وبينه ضغيني أو بينه وبينه هيك مصالح يعني تشركي أجواء لازم بالعكس تحطه حطه طبيب حطه بهندس حطه رجل بس ما يكون حياتا من نفس المهني لأنه بدي يكون فيه مؤسرات لازم أنه يبتعدوا عنها وأنا حوالت رغم أني أنا درس قانون بس أنا ما مرست المحاميات لذلك بيني وبين القضاء كان جاءوا من الاستقلالية التامة ومن الصداقة ولكن من التباعد المهني لكل حوالت أني أنا ما أدخل بهالأساسي دي اليوم حالي قبل ما نرجع لمواضيع الصحف حال القضاء اليوم بحزنك؟ لكن ما فينا نقول حال القضاء لأنه ما نظلم القضاء بعدها أريد لك ماذا يستطيع القاضي؟ لأنه فيه البعض يتطاول على القضاء لك هذا تأكيد لكلامي أنا باعتبر أنه فيه لازم نميز بين القضاء وبين القضاء القضاء كأفراد والقضاء كمؤسسي القضاء كأفراد باري بناتهم على مستوى حقيقة دول الغربية أو الشرقية سميئة بتاع مستوى ممتاز جدا من العلم والكفاءة والقدرة والنزاهة وكل شيء والشجاعة بس ما بدنا نطلب منه كمان نعرضه للأتل بشكل مجاني وفيه يعني ولكن القضاء ككل المؤسسي يعني القضاء ككل سلطة وهذه السلطة سلطة مكونة للدولة في ثلاث سلطات مش هك التشريعية والتنفيذية والقضائية نعم هالسلطة القضائية اليوم هي تشارك هموم الدولة ووهن الدولة الدولة اللبنانية كلها اليوم بحالي يرسلها بحالي فلذلك ما فيك أنت تكون عندي قضاء قوي ومستقل في دولة فعضة استقلال الوطني منذ عشرات السنين كيف أنديك؟ بلعب مبارح بليبيال بالذكرى التاس على استشد رئيس الحريري بحسب جريدة المستقبل أبرز ما أكده رئيس الحريري أنه للمرة الأولى مدى تسع سنوات دوي العدالة في لهاي كان أقوى من دوي الانفجار بأربعة عشر شباط الفين وخمسة وابتسامة رفيق الحريري كانت أمضى من سلاح المجرمين والمتهمين وقال بلهاي انتصرت انتفاضة الاستقلال شو ممكن ينعمل كي يبقى هذا الانتصار أو كي يتم تثميره ولا يضيع هيك هباء ضربة مثلون فاعتبروا يعني أنه نتطعز شو عم نشوف هلا؟ عم نشوف أنه نحن كلبنانيين هذا القرار اللبناني المحكمة استطعنا أن مداورة أن تحل المحكمة يعني أن تأتي هذه المحكمة الدولية وتخفف عن القضاء اللبناني تأخذ عن القضاء اللبناني مهم لا يستطيع عمليا أن يقوم بها علما أن هذا ليس سوى طريق إلى العودة عودة القضاء اللبناني إلى وظيفته ولكن دعوة اللي صار بجناب افتتاح الأبي بلاهاي افتتاح المحاكمات وهالمنظر يعني شوف هالوقار وحياتنا نشغل مؤثرة مؤثرة جدا لا كان القضاء اللبناني ها كان في محاكمات لبنانية في السابق كان القضاء عنده نفس الوقار هاو دي عم بيفرجونا عم بيذكرونا أن احنا كيف كنا وكيف يجب أن نكون وبذلك يكونوا هني حقيقة عم بيساهموا في عملية إصلاح وعودة لبنان إلى الدولة التي نريدها جميعا بكلمتك بالأمس توقفت عند حصول المحاكمات غيابيا لأنه التشكيك يأتي من هذا الدول لأنه لا لا المتهمون غائبون وبالتالي المحاكمة غيابية علما إلا نفس الوقع إذا كانت غيابية أو لما وضعنا نظام المحكمة البلهوت وضعت أسسهم في لبنان شوف فكرنا وقتها أنه نبعد عن لبنان العناصر يلي هي ممكن أن تكون معرضة للتهديد يعني العنصر البشري يعني القضاء كففنا من طابع يعني من عدد القضاءة اللبنانيين ودخلنا قضاءة أجانب مع تطعيمهم بقضاءة لبنانيين مشان يبقى للبنان دور ولكن تركنا للبنان نصف الآخر يلي هو مهم جدا ولكن الذي لا يستطيع أحد أن يهدده يعني وهو القانون المطبق الآن القاضي بهولندا عم بيطبق قانون لبناني يعني هالفترة هذه درسوا القانون للبناني وعم بيطبقوا يلي هو إلى حد كبير مشتق بين الأنظمة الغربية ولسيما القانون الفرنسي حتى بيقولوا أنه لوانين اللبنانيين كونها استفادت من خبرة القوانين الفرنسية تفوق القانون الفرنسي من حيث الوضعه وما بدأ داخلي فإذا هنا في عندك أنت منسميه نحن محكمة دوليه في الوقع محكمة واختلطة يختلطوا فيها اللبناني والدولي اللبناني هو القانون بشكل عام والدولي هو تطعيم أو هو طابع يعني القضاة الأجانب اللي هني أكتر من القضاة اللبنانية هيك على هامش هالموضوع بأسرار الآلهة بالنهار استرعى اهتمام أوصات سياسية إدراج الوزير السابق شار رزق بين خطباء ذكرى اغتيال رئيس الحريرة بماذا ترد هيك على هذا تتقسأ لي اللي كتب عن حريت الصحافي يعني بعد غياب ما عليك هيك برزت بالأمس أول شي ما غبت أنا موجود من فترة بس طبعا حولت شوي اهتمامي إلى أمور أخرى أمور خاصة بالأول رجعت إلى نفسي ورجعت إلى عقلتي بفترة هيدي وادا شغلي مهمة بحياة الإنسان أنه يتذكر زويه ونفسه ومن جهة تاني إلى أمور الخاصة نرتب أمورنا لأنه لما عدت وزير تلات سنوات معها تتركير الله ما عملنا شي إلا الوزارة نعم وبعدين والآن لماذا اليوم وبعدين لاك الرسل هل في دليل معينة للمرحلة المقبلة للتعاون سياسي بالمرحلة المقبلة أول شي تكويني أنا سياسي بالعظم يعني ما مفيني إش اسمه أنا مني كيف فبالتالي أكتر من هايك يعني بالفترة اللي بتقولي أنت بتاعت أنا بعتبر أنه غمست زيدي لأنه خصصت الأشهر الأخيرة لكتابة دراسي ودراسي مبنية على خبرتي وعلى تجربتي اللبنانية منذ زمن منذو دخلت أنا أنا وصغيري أنا بالعمال السياسي كنت بالعشرينيات بالموضوع السياسي لا أنا دخلت في السياسي بوحي غير سياسي أنا التلميذ الرئيس في قد الشياب هو شيء اللي من الجامعة وأتخلي مع فريق عمله وهيدي أثر فيه لأنه كان وقتاً لبنان مستقبل وبهيج وكنت تتير بلك هيك هلأ في رغبة للعودة إلى ذلك لا أنا ما بتعت إطلاقاً عن اللي علمني يا الرئيس الشياب رغم أنه طبعاً مضو يتطور هالشي معها التجربة علمتني إشياء وحبيت أني التراكم من هالتجربة أني أكتب تحليل أناليز يعني تحليل لما هو الوضع في لبنان فلذلك كرست له هالشي تقريباً ثاني وهالثاني طبعاً تعرفي أنت أنه الإنسان بس يكتب يبدو شوي يكون يبتعد عن الضوضاء الحياة اليومية علم أنه أنا شخصية كتير بكره هالعجئة اسمه حتى على الصعيد السياسي في كتير من الأمور السطحية اللي بزمانة ما حبيتها لعملت سيد اليوم يعني لما عملت وزيرك أكره شي لقلي كان هيكي على أنه يسموك معالي الوزير وكذا هيدا كله ففاقش ما قلو طعمي وحتى كنت استصغر عقول سئر الوزرائي اللي كانوا ملتهيين بها ليزعلوا إذا معاية طولهم معالي الوزير يعني لي ياخدوا على خاطر إذا معاية طولهم معالي الوزير أنا كان العكس أنا بس يقولولي هيكي على التلفزيون مثلاً الأول مرة بتذكر طلعت على التلفزيون لما عملت وزير مع صاحبنا لأستاذ مرسيل غاني بتلفزيون الان بي سي ببرنامج جواتي وبعضه اليوم برنامج ناجح طب متعرف أنت فالسماني معالي الوزير نقزت أنا لأنه هالشغل كتير بيعتبروا هذا لقب عثماني ليس بنتخلص منه تصوري بالعالم ما فيه صوري أحد أي وزير بأمريكا في فرنسا بيسموه هيك بيتحق بيضعال بخمنوا عم بيقروا عليه عنا إذا ما قرأت أنا عملت وزير مش تأعمل وزير عملت وزير تأعمل شغل وهالشغل موجود على الطاولة اسمه المحكمة الدولية الخاصة باختيال بقضية الرئيس الحريري هيدا هو يلي أنا بيعتز فيه أما هديك للقصص الوزراء غيري نفس هذا الشغل ممكن يراجعك للحياة السياسية بالمرحلة المقبلة من باب الوزارة أو من باب آخر العودة إلى السياسة مضرور يكون عودة إلى الوزارة لكني هلا مفكر أنه هالوزراء هلا وزارة عمنا أسير هالوزراء اللي عم شفتينه هم مش عم بحكي أودة اللي بدنوا أن يعملوا وزارة حتى اللي قابلوا واللي قابلوا ونقابلوا أنه شيء بهم كتير يعني لا لا تقدر تكون معك أدوات الشغل يعني بدك تكون بمعايا كنا 24 وقتا كنا 24 ما كنا 30 لش أنه كلهم كانوا أبضايات يعني عم بيعملوا شو اسمه كنت وقتها أنا وقتا كان عندي سأبني حظ نعم أنه عندي قضية قدامي وهالقضية بدي أعملها في عندي إنجاز يا بعملوا يا ما بعملوا يا إذا فشلت فيه بكون الله يساعدني يعني بتعتبر نفسك باي هذي أما لست كل هالموضوع عمل بالتعاون مع عدة ناس على الصعيد الأنوني على الصعيد السياسي المحلي على الصعيد السياسي الدولي أنا بعرف أنه شغلي لما كنت بالوزارة عم نشتغل على المحكمة من دولي كان شقين شق القانوني كان أنا أتير على الشي هذا عجبني يعني حبيته ولاش لأنه استذكرت أني أنا بالأساسا هيدا منشأي يعني أنا درسي الأنون فعملنا هالشي والدعوة مع الأمين العام للأم المتحدة انتدى بوقتها منذوب رجل قانوني كبير استفدنا من خبرته واتعبوا أننا إحنا ويا حتى نعمل النظام المحكمية اللي بيعترف الجميع أنه هذا النظام جيد هو شغال هلأ قوة 14 أدار معالي وزير سترفع مذكرة لمجلس الأمن من أجل أن تشمل أعمال المحكمة كل جرائم الإغتيال ممكن هذا الأمر ممكن يقدموا لمجلس الأمن لمجلس الأمن سي القرار ونشوف فلا شو بيقرر إذا بيقض بها شي أو بفضل لا يعني بفضل بركي يعتبر أنه هالشي لازم ينعمل بركي بيعتبر إنه شيء قد يؤخر سير الإجراءات ما بعرف هذه أراض يعود إلى مجلس الأمن هذا هو الاعتبار الوحيد يلي رح يحكم قرار مجلس الأمن إنه ممكن يأخر سير الإجراءات أم في الأمور الأخرى رح تدخل لا تتسأل إلى مجلس الأمن لا هيك بحسب تأديرها تتشوف لا لا في عدة اعتبارات وإذا بدك تتكبر المنظر وتشوف اللي عم بيصير إقليميا والإنفتاح الأمريكي على إيران يعني إذا بدك نحكي فيه أنا بسميه العكس بسميه انفتاح إيران على سير العالم الخارجي لأنه منو يليك إيران ما منفتحة بس على أمريكا الاتفال عمله بالنسبة للنووية اللي بيعتبره أنا حقيقة هذا الخمس الكبير مع روسيا نعم يعني هي حليفة سوريا الأولى وإيران طبعا مع مع الدول الخمسة زي إلمانيا دول الخمسة يعني دول مجلس الأمن فيهم الروس الصين فرنسا أمريكا بريطانيا زي إلمانيا يعني هذا الفتاح على العالم على مسرعيه بكله وهذا باعتبار أنه قرار إيراني أساسي وأنا باعتبر أنه أعتبر أنه هايدي لحظة إقليمية وديبلوماسية جديدة فتحتها إيران نعم وباعتبر أنه هايدي تأثيره على لبنان هيكون تأثير عظيم جدا إذا عرف لبنان فهم هذه اللحظة وتلقفها ما بعرف يعني بس شوفوا مجتمعنا السياسي ملبوب بتأليف حكومة الله يساعدها إذا حكومة يومان بهالشكل هذا ومستوزرين على وزرات يمكن مش يومان لأنهم نحق عن فراغ بالرئاسي على ما يسمونه وزرات سيادية ورحنا السيادة نسينا طعمتها السيادة اللبنانية الوطنية منذ زمن فتحت عدة مواضيع مع بعضهم بس بالنسبة لإيران هل إيران هل إنفتاح ممكن يكون مجانا يعني ما في مصالح يعني ما في أخذ وعطى بهالمجال وشو بيمنع أنه يكون على حساب لبنان مش لمصلحة لبنان إذا ما عرف لبنان شو عم بلك المهم أنه لبنان يستفيدنا زي اللحظة يعني الكرة بملعب لبنان إذا عرف لبنان مش بكرة واسعة بعدة ملاعب بس بدك أنت الملعب اللبناني يكون في لعب ما يكون في جماعة عم يتناتها شو بزارات وهن ما عارفين يعملوا بزارة كيف بدك المجتمع السياسي اللبناني يقدر يتلقى في اللحظة الإيرانية الجديدة اللي بتبارها جدا إيجابية ومهمة جدا ومنعطف إذا ما في حدا يفهم القصة هيدي ويستفيد منها ويشتغلها كلمة رئيس الحرير مباريح قداش بتصب مجال يعني هل الجو كله الإيجابي اللي عم تحكي عنه رح نقشها مباشرة بعد التوقف مع أول فاصل نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الدكتور شارل رزق مرح لك معاني الوزير أخير أخير تحت عنوان الاعتدال يناديكم كتب الياس الدائري بجريدة النهار عن خطاب الرئيس الحرير بالأمس في ليبيال من شأنه أن يشجع المترددين وحتى المبالغين بالتهور والتطرف على استذكار الاعتدال والعودة إلى زمن الاعتدال وزمن العيش المشترك وزمن الأمن والازدهار بالتطور على الصعيد الإيراني هل يدخل بإطار زمن الاعتدال وبالتالي هل كلمة رئيس الحريري ممكن تؤسس للعودة إلى هذا الزمن في لبنان أول شي تحية للاستاذ الياس الدائري اللي هي صديق دين هذا الحاربين القدامة أنا بوافق كليا على كلام وطبعا بس أنا لكن بارح قاعد وعم بسمع خطات سعد الحريري بدي لك شو اللي أكتر شي عجبني بهذا الخطاب عجبني بهذا الخطاب انفتاحه ومخاطبته للطائف الشيعية نعم تجاوز وانتماء الطائف وسير انتماء الطائف وخاطب عن طريق نبيه بري نعم بس هو تجاوز نبيه بري حقيقة وخاطب الطائف الشيعية مكون أساسي من المكونات المجتمع اللبناني نحن متفقين نحن وياك ما هيك انه فيه ثلاث مكونات نعم في المكون السني الشيعي والمسيحي مش هيك فيه ثلاث أثلاث كل واحد ثلاث ووزنن على الصعيد الديمغرافي وعلى الصعيد السياسي وانا برأيي انفتاحه للشيعة مهم جدا لانه انا برأيي انه للشيعة دور اليوم جديد اكبر بكثير من الدور اللي لعبوه بالفترة اللي هي عم تنصرهم هلا ما كتير عم بيقولوا انه العصر الزهدي للشيعة في لبنان هو عصر حزب الله نعم والفترة اللي العشرين سنة تقريبا لعشرين انا برأيي في شيء اهم بكتير من هك من هالفترة هذي امام الطائف الشيعية وهو ان تتلقف الاتجاه والمناخ الجديد الذي تبصه ايران الجديد يعني ايران الانفتاح ايران الاتفاق النووي مع الدور الخمس زيد المانيا ايران روحاني ايران يلي المرشد خامني هو ماشي فيها لو ما كان المرشد يلي هو اساس الحكم في ايران ومالك كل الازمة الحكم شاك هو اللي يمشي بس سياسي وهو اللي اعطى روحاني التشجيع والقوة حتى يمشي بسياسته ما كان ينصرش اذا هيدا شيء مهم جدا انا رأيي انه ايران متمسكة بلبنان اكتر من تمسكها بسوريا ما عم بيقولوا انه سوريا هي جزء اساسي من الم الهلال المنزول انا برأيي بالنسبة لايران لبنان اهم ليش لانه لبنان طلت السكان هون من الشيعة وش هاك بسوريا وبالتالي وش بس هاكي العلاقة التاريخية بين شيعة لبنان جبل عامل وايران اقدم بكثير ولها جزء متجزرة مع ايران اكتر بكثير من غيرها فاذا تبهي انا برأيي امام الشيعة اليوم مسئولية كبيرة جدا ودور عظيم ممكن ان يلعبوا شرط انه سير الطواف ولذلك انا كدام رسال الحريرين بيرعجبني هذا رجل بمثل طائفة طويلة عريضة هي الطائفة السنية ادرك ذلك وهو يمد لهم اليد لبناء مستقبل جديد على قواعي جديدة تتناسب مع الاتجاه الجديد في ايران يلي هي موقع السقل سبق ان مد لهم اليد ولم يلقى يد ممدودة لانه ما الذي يشعل الامور تتغير اليوم مش انه كوني فتكون نعم الحياة تغير ولكن تغير تدريجي ايران مين كان تفكر من سنة انه نسمع 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 كلام صادر عن ايران مثل الكلام عم نسمعه اليوم هيدا شي جديد وهيدا بيخد وقت وثم بدك بلبناء الناس يفهموا هشي يتلقفوا هاللحظة هاي دي خليني قلي بلبناء ما حتنحسن من حدا كل ياتنا هالثلاث مجموعات السنية والشيعية والمسيحية كل واحد منه كل واحد مننا ارتكب اخطاء الخطاء الكبير انه نحن نرتكبه بلبنان انه نحن نحن طواقف بس الطواقف ممكن انه تألف دولي اذا عارف تجاوز الطائفي مش تبتعد عن الطائفي انا كتير مسرور وفخور اني انا مراني وفلان سني اتمسك بطائفتي ولكن اتجاوزها لانه ما بتحبسني هاي دي خليه يكفي وحياتك لانه هالنا الناحية مني كل طائفي من هالطواقف كل مكوم من هاي المكومات اللبنانية في فترة اخطأ فيها في فترة تمسك بقوة خارجية تيستاوي على الاخرين السني السني في فترة كمان تمسك بقوة خارجية تيستاوي على الاخرين شو تطرع له مطرع شي عادي للبنان واليوم يقول لبنان الابدي السرمدي الاخر المسيحي في اكتر من شارون فيت على اشرفية في بعض ارتباط وفي خطيئة مميتة اكتر من هاي دي ارتكبناها نحن وعم نعترف فيها لانه اسرائيل نفسها هي تركتنا لانه نحن دندبتنا بقصة صبرة شتيرة وبهدنونا فيها ونحن كمسيحيين فهمنا ذلك واتتعزنا هلأ اظن اليوم الطائفة الشيعية اللي هي تأثر يعني هي ارتكبت نفس الاتجاهات اللي نحن وعنا فيها بالنسبة للموضوع الاقليمي السوري الاخري انا اظن اليوم مسؤوليتها امام هالشيء الجديد وبيعتبروا هاي دي بيفتح بالنسبة للطائفة الشيعية واكتر من ذلك بالنسبة لحزب الله افاق جديدة يجب ننتظر جميعا ان يتلقفها حتى الى كل يدنا كل واحد مننا يتطعز باخطاءه السابقة حتى الى اخيرا من بعد التجارب الثلاثة اللي مرأنا فيها وياللي نكون ان شاء الله انتعزنا منها نبني لبنان جديد هك عندك هك انتباعها كأن الامور انتهت ولكن هل حب ايران للبنان عفوا عفوا ما في شيء منتهي كل شيء معرض بس بدك تعرف تحمي عنه هل حب ايران للبنان دكتور رزق يعني وبالتالي احتمال برضو ما في كلمة تحب بالسياسي ما في عواطف فيه مصالح المصلحة الايرانية اليوم في لبنان تقتضي ان يموت شبان لبنانيون من ابناء الطائفة الشيعية بسوريا ويرجعوا بالتوابيد ما بعد نعم نقول يعني ما لازم تبدأ الحلحة او الجو الجديد بيسحب حزب الله من سوريا اول شيء متماع تلك كل شيء بتطور بطيق بعدين احنا ما نفكر انه ايران كمان بكبسة زر بيعملوا البدنية ما صار فيه تغيير اساسي بايران فيه ناس في ايران وخوة سياسية وعسكرية في ايران متمسكي بالسياسي السابقة نعم الايرانية الي كانت تتمثل باحمد نجال وشفنا هذا ما يوصف بصراع الاجل عفوان 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 انتخاب حراني ما اجاب هاي بنساعد بنساعد ايجا نتيجة تطور داخلي في ايران كبير جدا لاش نتيجة تغييرات موضوعية عوام الموضوعية مش انه بس عواطف بدنا نعمل ديكتاتورية عفوان ننبز الدكتاتورية منفتح الى العالم الاخراجي بنعم الديمقراطي لا ايران دخلت بالفترة الاخيرة العقوبات الخارجية تمن و اش اسمه العباء المساعدي المطلقة للنظام السوري ركبت عليها ونتج عنها بالنسبة لايران باهزة باهزة فبالتالي في نوع من في ضيقة اقتصادية طويلة عريضة بايران ايراني اللي هي منبع البترو اذا بدوا يعبي سيارة بنزين الواحد بدوا ينطر بجوز ساعتين قدام المحطة البنزين معقولي فازن صار في ديقة اقتصادية وهالديقة الاقتصادية غيرت العام وصار في وعي انه لا نحنا قد تكون السياسي السياسي خطأ قد ما نحتاج الى تغيير ومن هنا هذا التغيير ادى الى الى روحاني علما انه موضوع النووي بايران احنا ما نفكر انه ايران تنازلت عن النووي بانه ايران هي تمتلك التكنولوجية النووية وبالتالي اصبح الدول بيسموها هاي دي دولة العتبة يعني ما انتجت ادابة زرية حططها بالمستوضعات انما تستطيع بفترة شهرين ان تنتج امر الزرية لانه تمتلك التكنولوجيا النووية وهذه التكنولوجيا ليس موجودة بقنابل بالمستوضعات انما موجودة بعقول المهندسين وهي دي ما في قوة بالعالم تسحب لنية فازن فازن اعترف لهم بذلك هلأ بتقولي لي طيب ساعة لبدهم بيعملهم لا في دول في دول عندها انابل زرية قد على خمسين مرة وما بتخوف ليش لانه دخلت بجودة بلوماسي تجعلها مفتحة على الجميع وحليفة انا برأيي انه ايران اذا استمر الوضع التطور كما هو وهو ايجابي بهالشكل لو عرفوا بالغرب بامريكا بروسية والاخري وعرفنا نحنا كمان باللبنان كيف استفيد من هشي قد تكون هي حديث كبير لمحيطة ولا انا اول اول دولة اللي هي مرشحة ان تكون حديث في اليران بهذا المعنى الجديد لبنان وهنا مسئولية الطائف الشيعية ان تدرك ذلك وان تساعد لبنان على ذلك ويجبنا نحن سائر الطائف ان نتعاون معها لنوصل الى هذه النتيجة اهل السنة اهل الاعتدال كمان اليوم عنوان ما قال لعون الكعكب الشرق بيقول لم يستشهد رفيق الحريري ليكون اهل السنة داعش او النصر او القاعدة اهل السنة هم رمز للاعتدال للانفتاح والعيش المشترك من يصلح ما احدثته السنين التسعة الماضية اللبنانيون افسهم عند الابناء الطائف السنية يلي شعروا بالظلم بالاستقواء عليهم مما دفع بعضهم يمكن او يمكن قسم صغير منهم ليكونوا عكس الاعتدال تماما ما في حدا نبيفهم ما في بلبنان فئة تفهم التجربة المريرة التي يمر بها اهل السنة اكتر مسيحيين لانه نحن كمان بسناء الحرب سلوات تعذبنا وتلقينا القنابل وتحملنا الحروب والاخرية وتحملنا اكتر من هايك الانقسامات بين بعضنا على الاقل انتو مع انتو انقسامات نعنا عنا اياه وتأثرنا فيها وتعذبنا منها فايزان يعني التجربة التي يمر بها تمر بها الطائف انا ما بسميه اهل السنة بسميه الاخوي السونيين في لبناء وبظن انه الشيعة ما نفكر انه يعني نبسط الامور الحزب الله اوكي يمثل اليوم سياسيا هو يعني اقوى فئة ولكن الشيعة اللبنانيين منفتحون ايضا وانا واسئ انه هاي الشيعة ده هيأثر على الحزب الله وانا بظن انه حزب الله هيفهم انه اقواله بكثير ان يتعاون بالشكل عام بقليك مع ايران الجديد من انه يلجأ الى السلاح لانه هون برجع ما تغيير هايك مفاجئ نعم اتى تطوير شفت تدريجيا ولا تزال في ايران قوى ضد الاتجاه الجديد يلي انتهجوا الاخرانيين نعم بفترة انه هاي عم توزع ادوار اكتر ما هي عم تتباين يعني مش عم تسميها تتوزع الادوار بعد في قوى موجودة وقد تكون هذه القوى اقوى خارج ايران منها في ايران انا بظن انه الاتجاه المعتدل في ايران هو قوي وهو موجود وفرض بقاءه ولكن الذين ينتبون الى الخط السابق هم اقوية اقوية في سوريا واخوية ايضا قد يكونوا في لبنان بس انا برأي انه بالنهاية الغلبي سوف تكون الى الاعتدال الايراني بعد الفاصل الحكومة وكل هذا السجال السياسي اللبناني معك معالي الوزير اذا لحظات ونعود لماذا اطيحة بالحكومة بالامس واليوم رجعت اجواء التفاؤل على اي اساس صحف ببيروت حاولت قراءة هالتطور من زوايا عديدة جريدة النهار تحدثت عن شبهة بتداخل العوامل الخارجية المحتملة والتعقيدات الداخلية للتشكيل وهي شبهة تعون بسرعة للمشهد الناشئ عن الانتكاسة وهذا التطور يمكن احتسابه كصدمة قوية اساسية هي الرابعة بسياب تسلسل الصدمات التي واجهت الرئيس المكلف وذلك بعد ما وضع فيتو على اللواء اشرف ريفي هل اللي صار بموضوع تشكيل حكومة بالساعات القليلة الماضية ما رده عوامل خارجية برأيك ام داخلي محض انا من زمان جزء من وقت وظلشت حرب لبنان من السبعينة الحجم ووزن الداخلي في لبنان تراجع كتير بالنسبة للاقليمية وللخارجية حتى انه انا بظن انه الى حد بعيد السياسي في لبنان لم تكن لبنان لم تعد لبنانية منذ زمن طويل طبعا العوامل الخارجية والاقليمية بس هيدا كمان لازم نفهمها المنطقة كلها ياتها بغليان وتتطور وتتغير فمنتفاجئ انه يصير هكي بعدين دخيلة اللي بيقرى الصحفة وبيسمع الناس عم تحكي بالحكومة يعني كأنه الانتقال من نجيب مئاتي الى تمام سلام ما انه مثل الانتقال بين الانطلاق بين الانتقال بين موت سيتونج وخليفته او الانتقال من تغيير النظام السوفيتي الى النظام هاي دي تقع الاسباب بسيطة جدا لا تتصل بالمواضيع الكبرى اول شي لازمنا حكومة حتى تمضي المعاشية طيب على المزفين نعم كنت عم بحكي فيه سفير اجنبي هكي بتربطني فيه صداي لحد ما اجتماعية عم بيقلي انه كلها المساعدات الخارجية اللي عم تجي ومشين اللاجئين السوريين ما فيك تمشية وما فيك حتى بس تجيك مساعدة من الخارج مثلا هادي مساعدة 3 مليار للجيش اللبنان في مبدأ اساسي بالقانون الدستوري بكل القوانين اي هيبة خارجية بدأت تفوت بالخزينة تماما مثل كأنا ضريبة عم تدخل اموال جديدة للخزينة فيك انت تعملي ضريبة بدون ما يوفق عليها مجلس النوار بدأت تفوت هايدي بالموازنة هال 3 مليارات بدأت تفوتهم بالموازنة تحتالي بعدين نشوف كيف تتوزعوا كيف يتوزعوا ما فيك تفوت شي بالموازنية يعني الأمور حيات اليومية إذا ما عندك حكومة وبرلمان شغال كيف بدنا نعمل إذا ما هالشي هذا بيبرر التضحيات وأنا يعني بشوف انها تضحية ضرورية يلا هلأ شلنا هذا الوزير وحطينا الوزير تاني طيب هلأ الناس عم بتقول انه ما فيه كمان ضوائع شخصية نعم انه معقولي مثلا مثلا وزارة الطاقة طيب شو وبعدين شو غير تغير انه اليوم شغلي مهمة وفيه ناس عم بيقولوا انه هاي دي الوزارة ووزارة شارل مالك وفينيب تقلى وفؤاد بطروس تغير الوضع هيدا ووضع بدنا هلأ موضوعنا نحنا مش انه شارل مالك يوضع يساهم في وضع من السياق في الأمم المتحدة الموضوع انه بدنا وزارة تقبل 3 مليارات نعلم نشغلهم وتقبل انها بطبع اللاجئين السوريين تنشغل يعني صارت طموحات نقوطة بكتير طبعا هالشي هدا بده يسبب هولي خلينا نرش عن الموضوع اللبناني لما انتقل هذا الوزير من الطاقة إلى الخارجية أصار هالشي هدا خوف وزير آخر أو مرشح آخر لأسباب مناطقية لابجو زادة الوزير بمنطقته ما زاعج وزير آخر وغيره غيراته طبعا انت بفكرة انه هالأزمة الوزارية لأسباب لأسباب اقتناعي وحكومة متولة برأيي سعد الحرير انت أدو انه عم بيعمل تنازلات انا برأيي التنازلات لابد منها لماذا هذا على فريق واحد اللي يتنازل معالي الوزير ليش فريق الأخر ما بيقولكم بالتفاصيل هذا موضوع يعود إلى حزق وشطارة كل واحد بالتفاوض يبدو لمن يراقب انه فريق 8 قدر حقق كل ما يريد وحتى يعني عملا بمبدأ أنا لن مع هذا الفريق نعم بس كمرائب أنا عندي أصدقاء أبو الفريق أنا كنت مبارع بمناسبة بامتياز 14 أذار مش هيك بدك مبارع جو أكتر 14 أذار أنا كنت رديك وبي جو كتير مرتاح بأنه قاعد بين أهلي وببيتي رغم أني أنا مني به أنا عملك شفتيني قاعد مع السينيورة باجتماعات 14 أذار ما قالي عليا بالقصة على الصعيد أنا مستقل ما عند ولكن نفس الشي أنا بالنسبة له دي أنا مش معهم 8 أذار بس أنا 3-4 أصحابي وبشوفهم وبعزمون عبايتهم وبتعايش أنا ويهم ما عندي بس أنا اللي بقوله أنه هلا كل واحد وشطارته أنا أكيد إذا هيداكي أخذ أكتر بدك أنت يعود الموضوع إلى شطارة على الصعيد الحزق السياسي الكباش حول الحكومة هل يؤشر إلى أنه هي رح تحل محل رئيس الجمهورية حيث يكون الفراغ هو ما هي مبدئية معمول هالشي حتى إلي هالشي هذا ما يصير معمولي للحكومة حتى إلي ما يصير لا لا حتى إلي ما يصير في فراغ لأنه الفراغ الحكومي هذا مؤشر إلى فراغ آخر أخبر منه هذا اللي بدنا نتجنب بس أنا أعرف شغلي طالما عم بتقولي أنه في مؤثرات خارجية أنا أعرف أنه من معارفة يعني ما أعرف في ضغط خارجي هائل للحكومة أنه تصير لأسباب صغيرة بس مهمة بدنا نعطيكم مسارب بدنا مين يقبض نعم بدنا مين يدخل بالميزانية هالهيبات اللي بدنا تشيكون عم بتقولوا أنتو أنه في عندكم مليون وأكتر لاجئ سوري وهالشي بدهم بساعدات طب يهمنا اليوم تتوقع أنه اليوم طعلن مبارئ لأنه لنا فترة عم نعيش ساعة بساعة مبارئ الموضوع مبارئ عم بشوف بس بعرف أنه وزيره الثاني كمان عجوه بده يغير أطوانفيل ويركب له زمور تعمل له زي ما بعد يعني هاي الاعتبارات الصغيرة ما بعد هل التوافق يلي رح يسمح بالإفراج عن الحكومة برأيك رح يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية نرجو ذلك بروفيل أي رئيس يناسب المرحلة اليوم هل الأمني أم السياسي أم العسكري أم أي رئيس مرحلة اليوم مين بده في مرشحين أمل القضاء ما في مراني بلبناء مش مرشح بس طرق بالبئاس لا بصير معه كمبليكس يعني بصير عندك مركب جنون يعني في ناس بتشوفيهم فشو بدي عملي معاليك مرونة لا بس أنا ما عندي الحمد لله ما عندي هالقصة هاي دي والله خلاني هاي كي مرح ما عندي وهني ما عندي هالقصة هاي دي بس في كتير ناس هجندوا معاش يحقوا مع حدا يوم كذا بتشوفيهم أي كلمة بيقولوها بيقافوا أنه تتفسر وتفيد غيرهم للآخرة مبارح لما فتنا عم تسني مرعانا في ثلاثة ربعهم أسلام عليك مرشحين كله بيحد مرابصين قاعدين معهم كمبليكس مع حدا مش عم بيصير لا بيحكوا ولا بيتضحك ويش بعمل لي بس أنا اللي بعري أنه البروفيل هلا البده يجي لا بدك بروفيل لا المطلوب كله المناح لا يكفي بروفيل عسكري ولا يكفي بروفيل مالي مع بتفعل ما شو عم بقصود نعم ولا يكفي بروفيل ديبلوماسي ولا بيكفي بروفيل بيحكي مني بدك واحد يستوعب اللحظة الإيرانية اللي واصلة من هو هذا السبب ما بعريف مرشح إن شاء الله اسمه هيك متداول ما بعريف المهم أنه يطلعوا من القصة هاي دي نعم ويخبزوا لنا رئيس بيفهم اللحظة الإيرانية اللي جاي لأنه راك أميركا ناطر هالشي نعم ومعاولي عليه فرنسا معاولي كل ييتهم إذا حكيت معهم نعم كلهم عينهم على إيران لأنه هي تمثل الشمس المشرقة إذا بدك بس هم عنا بلبنان ما بعرف إذا كل هاللي عم نشوفهم عندهم هال كل واحد منهم بدك رئيس لبناني نعم يفهم اللحظة الجديدة ويعرف إنه حوالي يكون عنده من جميع الأطراف يساعدوه بزيدي أنا بيقوله مثلا أمدقر أمباريح نعم الرئيس القوي نعم عنا بمفهومنا الماروني الرئيس القوي يلي ناتع وره منه عشرة عشرين خلقية خمسين واحد معهم كلاشين كوف وشوي ربهم ووصلين على استقاف في الأخير هذا بيجيبوله يلي عنده مية وحطوا له ميتان قدام منه يعني صار قوته صار الدعف الرئيس قوي قوي بإقناعه للآخرين أو بيعتداله لا بيقولهم بيرساعد الحريق قوتنا بيعتدالنا مصبوطة مش بيس على السن على الشيعة أو على المسيحيين وطالما هلما تروح رئيس جمهوري أول واحد يدي يكون من هال يعني عنده هالصفة هايدي هالمرشح أو الواحد يلي حيطلع من اللوتو المسيحي بهالموضوع ممكن وصلنا معالي الوزير دكتور الشر لختم الحديث هيك الشيق والغني بنفس الوقت شكرا جزيلا شرفتنا برنامج كلام بي وتشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة